اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبو رماد جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة قامت على مدار يومين بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 243 حالة بمختلف التخصصات مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر